الحياة بتساوي عدم الاستعجال إنك لو استعجلت النتائج وقررت إن الحياة حصلت وانتهت خلاص ده المعنى اللي أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كلمنا وكلم سيدنا الخباب بن قرط فيما رواه الإمام بخاري في صحيحي لما كانوا مسلمين بيتعرضوا للأذى والتعذيب في مكة فراح لحضرة النبي سيدنا الخباب وقال لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم ألا تستنصروا لنا ألا تدعوا لنا فحضرة النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما وصف لهم اللي كان بيحصل في الأمم السابقة جاب لهم تلت أمور سن لله سبحانه وتعالى في التاريخ ثم ذكرهم بشيء وكفتح لهم باب من أبواب الغيب وبعدين قال لهم آفة لو إن هي موجودة عتضمر مستقبلهم قال لهم كان الذين كانوا قبلكم يقتلون ويذبحون ويؤتب الرجل فيوضع المنشار على الرجل فيقسم نصفين وكأن سنة الله سبحانه وتعالى في من كان يطلب المعالي لابد إن هو يكون من أهل الجلد والصبر ولابد إن هو يكون من أهل الصدق وإن ربنا سبحانه وتعالى لما جعل المصايب والشداد في حياتنا مش عايز يعذب العباد سبحانه وتعالى هو لا يريد أن يعذبنا ولكن يريد أن يهذبنا نتعلم الصبر ونتعلم الجلد ونتعلم اليقين في الله سبحانه وتعالى وتي يظهر في عبارة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له بعد كده ولي تمّن الله هذا الأمر فبشرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الأمن سيكون في أي وقت في أي وقت بيبشرهم حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بيبشرهم ببسط الأمن وتمام الأمر وهم يقتلون آه أنا بشاور على اللي إحنا فيه طبعا أنا بشاور وإحنا ليه بنتكلم؟ بنتكلم عشان حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ما سبناش حضرة النبي بالمؤمنين يا رؤوف الرحيم